تقرير مهم آخر لأفريكان أو إنتليجنس أونلاين وهو موقع استخباراتي فرنسي بيكلم في عنوان لافت للانتباه تعالوا نشوف العنوان مع بعض السيسي يستعد للتضحية بمين؟ السيسي يستعد للتضحية برئيس وزرائه ويواجه تدمرا بين قادة الجيش التقرير طبعا ترجمته مواقع كثير أبرزها الخليج الجديد ومواقع أخرى الجزء الأساسي في هذا التقرير يقول كشف موقع إنتليجنس أونلاين أن عبدالفتاح السيسي بيتجه للتضحية برئيس وزرائه مصطفى مدبولي خلال الفترة المقبلة عشان يكون كبش فدى نرجع تاني لسياسة حسني مبارك كبش فدى لإيه؟ أمام اللوم المتصاعد للسيسي بسبب تداعيات التداهور الاقتصادي اللي بتعيشه البلاد يعني السيسي عايز يطيح بمين؟ بمصطفى مدبولي طيب تعالوا نشوف كده تفاصيل التقرير وبعدين عندنا مفاجأة صغيرة قوي عفتاح السيسي هو بتكلم على مصطفى مدبولي حاجة كده يعني فريق لإعداد الأشرار مجاهزة تعالوا نشوف كده مع بعض التفاصيل اللي ورده في هذا التقرير طيب السيسي هيضحي بمصطفى مدبولي عشان إيه؟ زي ما قلنا هيخليه كبش فدى وهيجيب مكانه خبير مالي حذر فذر مين الخبير المالي؟ أنا الحقيقة ما عنديش معلومة إنتليجنس أونلاين ما قالش معلومة معرفش الحقيقة يعني هلا هيبقى ظابط جيش ولا هيجيب مثلا حد من الناس اللي حواليه من المالية اللي هو محمد أمين مثلا ممكن يجي رئيس حكومة أنا بصراحة مش عارف يعني قاعد أفكر من ساعة مقاردة التقرير مين؟ ها هيجيب عسكري ولا هيجيب مدني ولا إيه؟ لكن التقرير بيقول إنه هيستبدله بخبير مالي طيب السبب هي الأزمة الاقتصادية ارتفاع التضخم الصخط الشعبي المتنامي الدنيا خلاص الناس أرفانة منه الناس مش طيقة نفسها بقت فيه مشاكل كبيرة جدا خليك فاكر خليك فاكر إن عفتاح السيسي قال إنه لا الحل عنده ولا عنده مصطفى مدبولي هو قال كده قال الحل مش عندي ولا عنده الحكومة الحل عندك أنت كمواطن يمكن الحل هيطلع فيه البديل العسكري يعني حتى الزملاء اللي عملوا التصميم هم حتى فكروا نفس التفكير يمكن يجيب زب الجيش؟ ها ممكن؟ وارد كل شيء وارد هنعرفه في الفترة الجاية كذلك غضب رجال الأعمال والشركات واشتباك ساويرس مع الإعلاميين إنتليجنس أونلاين بتقول إن ده كان عنصر من العناصر اللي عكس إنه فيه أزمة كبيرة ما بين رجال الأعمال على رأسهم ساويرس والإعلام لكن إيه الأخطر بقى؟ أيوة هنا بقى خلاصة التقرير الأخطر نشوف بقى اللي بعده لو سمحتو طيب الأخطر هو زباط الجيش معرفش السطر بتاع زباط الجيش روحفين لكن ما علينا الأخطر هو تضمر جنرالات الجيش جنرالات الجيش زعلانين ودي أكتر حاجة عبد الفتاح السيسي خايف منها دي أكتر حاجة عبد الفتاح السيسي مش مبسوط منها ومش مرتاح وقلقان من إن موضوع زباط الجيش دول هيعملوا معاه مشكلة كبيرة جدا وخاصة مع شروط صندوق الناد الدولي اللي بتجبره وبتقوله يا عمي طلع الجيش برا الاقتصاد خرج الجيش برا الاقتصاد كمان اللي حصل من أعضاء مجلس النواب فيما يخص قانون قناة السويس بيقول انتليجنس أونلاين إن في حالة صخط داخل البرلمان من النواب نتيجة القانون أو مشروع القانون بتاع السندوق السيادي لقناة السويس واللي بيعتبر يعني من الحاجات المقدسة في مصر فبيقولوا إنه السيسي مش هيبقى قدامه إنه يعني مفيش حلول إنه يحتوي العصفة غير إنه يطير الراجل الطيب مصطفى مدبولي سيكرتير مكتب رئيس الجمهورية يعني هو بيردبط رئيس حكومة لكن الحقيقة هو سيكرتير مكتب رئيس الجمهورية طيب إيه المفاجأة اللي أنا حابب أختم بيها اللي كانت ما بين عب فتاح السيسي ومصطفى مدبولي السيسي الحقيقة ليه وجهة نظر قوية جداً في مصطفى مدبولي نتعبها شكرا دكتور مصطفى كتا خير انتعارفين إن إنه أكتر واحد يتعذب معي في الحكومة مين الدكتور مصطفى والله العزيزة والله العزيزة يعني كذا ببايت أدركت